بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج بعض الأخوات يبعثن برسائل وهن متزوجات حول موضوع بأن الزوج يزعل إذا زوجت طبخة طبخ معين وطلع مطيب يزعل ويقوم من المائدة وربما يلبس ملابسه ويخرج خارج البيت ويعكر وجه لمدة يوم أو يومين عليها والله طبخة شما حلو ما تعرفين الطبخين أنا أجي تعبا أنت ما تقدرون وصير اليوم كل نكت نتيجة بأنها في هذا اليوم لم تطبخ طبخا جيدا أولا 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 يعني فنكن مسلمين صراحة فنكن مسلمين يا أيها الزوج الكريم في الأحكام الشرعية لا يجب على الزوجة الطبخ هي من باب التفضل تطبخ فأنت المفروض تصبر عليها إن كنت متزوجا حديثا هذا لا بس ربما في بداية الزواج يعني تنصدم بطبخ زوجتك لأن أنت متعلم على طبخ الوالدة الله يحفظها أو الله يرحمها أو متعلم على طبخ عماتك خالاتك على خواتك متعلم على الطبخ اللي هو في بيئتك ربما يعني صعوبة عندك تغير الطعام وتغير الطبخ ولكن يعني مرة مرتين ثلاث لا بس بأن زوجتك تأخذ عادة أهلك يعني أصبر عليها أصبر عليها هذا واحد اثنين عندما تطبخ لأيام عديدة بشكل جيد ويوم من الأيام الطبخ صار غير جيد فعليك أن تذكر الحسنة ليس فقط السيئة ولا توجد هناك زوجة لا تتمنى بأن تطبخ بشكل جيد ورائع لزوجها مستحيل بل إنها تتمنى بأن تطبخ لك أجمل ما لديها يعني من طعام وأن تطبخ لك ما تشتهي وأن تراك وأنت فرح بطبخها كل زوجة تتمنى ذلك ولكن ربما عدها أطفال عدها خدمة أهلك أمك عفوا وأبوك وعائلتك وخواتك وخوانك غسل وتنظيف ومعين وإلى غير ذلك فإلا تستطيع أن تطبخ مثل ما تريد لديها تدريس الأولاد عدها امتحانات تدرس الأولاد فعليك أن تصبر معها وعليك أن تصبر عليها وهذا ليس من التفضل هذا واجبك شرعا يعني لست متفضلا إنما يجب عليك شرعا أن لا يعني أن لا تغضب عليها وإذا جهلت وإذا أخطأت فيجب عليك شرعا أن تغفر لها في هذا الموضوع كما قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام أن تغفر لها مو تزعل مو تترك المائدة مو تسمعها كلام مو حلو مو تقارن طبخ جماعتك في الدائرة أو في بيت فلان ذهبت أو رح تعد فلان وكلت وتقول يعني شوفي أكل العالم وشوفي أكل شوين هذا مما يليق أبدا ولا يحق لك أبدا أن تتكلم بهذه الصورة نعم الإمام الرضا عليه السلام دائما وأبدا يوصي الزوجة أطبخي أفضل ما تستطيعين أطبخي أفضل ما تستطيعين وصية الإمام الرضا عليه السلام لماذا؟ لأن الزوج أيضا يأتي متعب من عمله ساعات طويلة وخارج البيت ربما يأتي جائع جدا وينصدم بأنه الأكل غير طيب فالإمام الرضا عليه السلام يقول قدر الإمكان أطبخي يعني بشكل جيد بين قوسين إبريذمتج هو مواجب عليك بس على الأقل إبريذمتج بينش ما بين الله عز وجل سويت اللي تقدرين عليه ما عدا بعد محد له ومش أطلاقا هذا اللي قدرت عليه هذا اللي قدرت عليه أكو نقطة جدا مهمة يعني وهذه نصيحة للزوجة أيتها الزوجة العزيزة أيتها الكريمة اليوم أنا أكو طبخ معين لا أستطيع أن أطبخه يحتاج إلى وقت أسوي بديل سريع يعني بمعنى هو يأتي الزوج من الدوام الساعة بالثنتين بالثلاثة بالاثنعاش أو عند الليل يأتي بالعشرة بالتسعة أنت تعرفين بأنه نتيجة الأولاد والعيال وكثرة المهام ومشاغل البيت ما تقدرين تطبخين هذا الطبخ فإذا لن سوينها أطلاقا وتأخرين لساعة أو ساعتين أو أن الطبخة تكون سريعة فلا تكون كما يحب أو أنت كما تحبين فتوقعين نفسك في مشاكل وكثير من الزوجات يعني يرسلن برسائل ويعاني من ذلك ونصحناهن بهذه الصورة بأنه إذا كان الزوج متعب وجاي تعبان حاولي أن تطبخي طعام سريع ولذيذ لا تدخل النفسك في مشاكل كبيرة جدا يعني قدر الإمكان أما إذا هو طلب من عندش الطبخة فعليه أن يصبر يعني خابري هو يتصل قليل بأن الطبخة طول ساعة ساعة ونصف ساعتين الأمر راجع لك وهناك بدائل يعني بمعنى الصير الذكية في البيت جزاك الله خير فهل زوجك تعانين منه في هذه القضية آية الله الشيخ بهجة قدست روحه الزكية تقول أمه وتقول زوجته بأننا في قلوبنا حسرة من وراء الشيخ بهجة ما هي الحسرة في قلبي أم الشيخ بهجة وزوجة الشيخ بهجات تقول يعني لم نضع بين يديه طعاما إلا وقال عاشت يدك أطال الله في عمرك لم يتكلم عن الطعام أبدا تقول في بعض الأحيان ننسى الملح أو الطعام يعني غير طيب نأكله لا نستلذ به هو لا يتكلم إطلاقه فقط الكلمة التي يقولها عاشت أو سلمت يدك عاشت يدك أطال الله في عمرك تقول أنا كل ما أقول مولانا شيخنا شنو الأكل اللي تحب أسويه على الغداء على العشاء لا يتكلم أبدا هكذا والمؤمن طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن يأكل بشهوة أهله أي يقول مثلا شنو تأكلون أنا أأكلوا إياكم شوف الأطفال شاكلون أنا أأكلوا إياكم أكو بعض الآباء كما يقول النبي والمنافق يأكل بشهوته بعض الآباء يقول لا بعض الأزواج يقول لا أنا إلا الأكلة الفلانية وهاي الأم ما يضل بالمطبخ لأنه إلا الأكلة الفلانية يريد يأكل والأولاد يأكلون إلا كل واحد أكل على رأسه وهاء الخادمة الضالة بالمطبخ فهذه مشكلة كبيرة يعني على الزوجة أن يتعاون فيها أن يصبر على زوجته وأن يعمل على يعني أن يعمل على الخلق الإسلامي يعني أولا ليس بيواجب عليها الطبخ أصبر عليها وأنت كذلك سير ذكية يعني في مسألة الطبخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أسرنا دائما وابدا للاستقرار برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ولا تنسونا من فاضل دعواتكم خصوصا في صلاة الليل ترجمة نانسي قنقر